اهلا بكم محبي كرة القدم المغربية في هذا الموجز الرياضي الذي نخصصه لخرجة الاعلامية للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله على احدى القنوات العربية حيث اجاب على العديد من الاسئلة التي تهم مصاره الكروي ومن بينها علاقته بالمنتخب المغربي وعبر حمد الله عن اعتداره للجمهور المغربي والمسؤولين عن اي خطأ بدر منه في السابق وخاصة ما يتعلق بمغادرته لمعسكر الاسود قبل مونديال روسيا وذكر حمد الله انه على استعداد تام لتمثيل المنتخب الوطني المغربي احسن تمثيل بدنيا ونفسيا وحماسه للتواجد بقطر كما تحصر على الفترة التي غاب فيها عن النخبة الوطنية كما انه يواصل استعداداته البدنية رغم توقف الدور السعودي واوضح حمد الله انه يربط علاقة متالية مع اغلب لاعبي المنتخب الوطن المغربي ويتواصل معهم بشكل مستمر وانه يستطيع الاندماج مع المجموعة ايا كانت بسبب تجربته مع لاعبين من مختلف انحاء العالم كان هذا كل ما لدينا بخصوص جديد الكرة المغربية شكرا لكل من شاهد المقطع والى اللقاء